محمد صروت منورنا كل سنة وانت طيب وانت طيب يا حبيب ربنا خديك يا رب ومسي جداً على التقديم الجميلة دي انا يمكن احمرت وجنتي خجلاً لا لا زي ما بيقولوا هذا كلام يصعب على الأمثال يفهمه ده ده كلام اللي انت أكيد بتبقى فهمه الله يخليك فهمه انا هنا هسأل يمكن البداية كده هي المسألة بتاعت انه من منتهى الكوميديا لو صح التعبير كوميديا فرس جداً ده اللي تعودنا عليها منك لبين السماء والأرض مش هسميه أداء تراجيدي بس أداء إنساني عميق إلى أبعد الحدود الفصلة دي عملتها ازاي وإيه اللي خليك خدت القرار ده والله يبص هو الحمد لله رب العالمين نجاحة دور جلال رب العالمين فبين السماء والأرض كرماً عند ربنا الحمد لله رب العالمين ثم منذو بقى العدل المهنة بتاع المسلسل هو أول ما راشحني للدور أنا تخضيت عموان لأنه لسبب واحد لأنه ستقارن بالعملاق طبعاً عبد نام إبراهيم لأنه هو مجنون الأسانسير فبالتالي خفت طبعاً من المقارنة طبعاً بعملاق زي دوت أستاذ كبير طبعاً أستاذنا الحاجة التانية أن النص اتعمل قبل كده فيلم من السماء والأرض والفيلم يعتبر من أحسن مئة فيلم في السنة المصرية فمن نسبة لنا برضو تحدي كبير جداً على مستوى الإخراج على مستوى التمثيل الشخصيات اللي موجودة فبالتالي داي حاجة تخض قريت الورق وقعدت مع مانده طبعاً يعني رسينا على شكل الشخصية عاملة إزاي انفعلتها عاملة إزاي وخصوصاً لها لها يعني ما بين ما بين أصلي العقل اللي هو ممكن يوصل للعبقرية للجنون اللي يوصل للهبل اللي انت ممكن تشوفه فيهاته في حاجاته وكلام ده كله بخلاف أن فيه كذا مسترسينز في المسلسل ما بين بقى مش هدل هو في الأسانصير ما بين ان هو اتخذ حقه ما بين ان هو كان مخترع حاجة المفروض ان هي تطور الدنيا وبتاع فاتخذ منه الاختراع ده وتتنسب لناس تانية وما اكتشفوه ما اكتفوش بكده بس دخلوه بقى المستشفى بتاعت المجانين وجننوه أكتر بحيث ان هو الموضوع بالنسبة له لا ده كلام فارغ ما هو ما عندوش الكلام ده فطبعاً شخصية فيها كذا مفعال وكذا حاجة ما بين قبل وبعد فعدت ذاكرة النص جامد جداً قريت الرواية طبعاً ناسية بتاع التبسال نجي محفوظ عشان ابقى فاهم المود اللي موجود او ايه المصدر اللي موجود في بين السماء والأرض بين السماء والأرض الحتة اللي هي في النص يعني فاهم فلازم تقرأ انت الموضوع عشان تبقى انت جوه المود بتاع الموضوع ذات نفسه وقريت المسلسل الحمد للرب العمين وكتابت على الشخصية وطلعات كتاب